السلام لحباب السلفلون في ركن تانال الجديد اللي دخلنا في القناة ركن تدبير منزلية لحبيته هو حبيته أنه يكون في القناة يوم دلكم تدبيره تحتفظه بطعام طعام اللي ينفتله في الصيف يعني تحتفظه به عام كامل أو أكثر بإضافة مكوينين فقط يبقى هو هو يعني ما تصعله أي حاجة لهذه الحشرات الصغيرة أعطيت لكم فكرة تحتفظه بالسماد يعني مشيت على الطعام بالسماد أعطيتكم تدبيره نخليكم رابطة إلا حبيته تشوفوا هذه التدبيره وإلا حبيته أيضا تحتفظه بطعام حناية القبائل من عشاق طعام الكسكس يعني نطيبوه بكل بالمرقة حمرة ببيضة بمسفوف بالفول بالقرنينة حتى ناكلوه بالرايب يعني فريمون 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 الكسكس حاضر معنا على دور العام يعني تقريبا كامل بويت الجزائرية يحبوا طعام ولكن كاين لي حضروا فقط يوم الجمعة ولكن بعض العائلات دو تخوفة بار سمان هذه فريمون تلوون حبوها بزاف أنا أولادي يحبوا طعام راجلي كيف كيف إذا كل عام ندير هكذا كمية ويبقى لي حتى العام الجاي إن شاء الله إذا نعطيكم هذا التدبيره لمولفا نديرها ونحتفظ بها بالطعام بهذا الكسكس هذا ما يفسد ليش هذا هو إذا بعد ما فتلنا فتلنا شوية في مرجوية شفتوا الفيديو وزد كمل شوية هذا الأيام المكونات هو أنه ندير له الملح هذا هو الملح الملح أكيد متوفر عندكم في البيت هو في الفلكحل أو البزار هكذا حبيبات مشي تح المرحي لا ما ديروش المرحي ديرو هكذا حبيبات إذا نعطيكم طريقتين لي يعني هذه الحبيبات ديروهم دخلطوهم مع هذ الطعام إذا في الأول ندير حفنة حوالي ملعقة كبيرة هنا عندي ندير له حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف ملح ونزد له حبيبات من فلفلكحل أو اللي بزارقة للكم لا داعي ترحيوه شريوه هكذا أحب أنا اللي شريت يعني مفتت هكذا شريت والله غالم مفتت ولكن ما يهمش لأنه كنجين نطيب منه غير جي ترغس له يطفو فوق الماء دونك يتنحى فاصل الماء خاصة إلى كانوا حبيبات كاملين ماشي كمتاعي قلت لكم شريتوا هكذا انفتت بعدها انخلط ندخل جيدا هذا الملح وهذا الحبيبات يعني يتوزعوا كامل في هذا الأطعام أو الكسكس اليابس يبنكم بهذا اللون لأنه خلاص يبس تماما دو كنخبيه نخلطه جيدا بعدها نحمره دون دي ساك أني هنا كل واحدة وين تفضل تخبي تحتفظ به هذا الطعام أننا نحتفظ به داخل هذا الشكاير وين يجي فيها السميد قبل ما نفتله وكي يبس تماما دي له هذة الطريقة ونخبيه ويبقى لها عام كامل بدون ما يصير له أي حاجة وين تحبوا وين تفضلوا الأطعام يحب نحطه في مكان تكون فيها البرودة ولكن كل كسوال انضواء وين تحطوه إلا درتوا هذة المكوينين هذا الحب والملح يعني يبقى كما كان الطريقة الثانية هنا هو أنه تأخذوا انبو التسيو هذا هو يكون عنده هكذا يكون بهذا الطريقة يعني الاندور تح هذا الفلفل كحل تخرج هذا ليمنع هذة كل الحشرات ما تكونش في هذا الطعام هذا التسيو هو السلميور نصحكم به بعدها غير تحطوه تفرغوا كامل هذا الطعام في هذا الساك ولا اي كما قلت لكم كون وحده ونحتفظ به كي تكملوا كامل ديروها من فوق إلا كانت الكمية كبيرة ديروا وحده من تحت كامل وحده ديروها من فوق لا داعي ديرو في الوسط يعني ها هي الطريقة نتمنى افدتكم بهذا التدبير نجربوها وعلى الظمن تيقود لكم نخليكم الرابط وين حطيت الطريقة اللي نحتفظو بها بسميد مدة طويلة دون ما يفسد إذا نتمنى هذا الركن للإعجابكم إلا حبيتوا تدابير أخرى معلكم غير تخلولي في التعليقات إن شاء الله لبي ارى طلبتكم ورغبتكم إلى اللقاء في فيديو آخر وصفة أخرى السلم عليكم